اهلا بيكو طالبات يا طالبات التلتة سنوية المراجعة الرابعة يا جماعة على الوحدات من عشرة الاثناشر وقواعد مهمة جدا طبعا في التلات وحدات دول ماير الوصل والمباشر وغير المباشر وكذا قاعدة موجودة في يونتين المراجعات بتاعة لونجمان يا جماعة انا كل مرة اقول انها مهمة جدا واهمة من اي مراجعات ومن اي مذكرات ومن اي كتاب خارجي وبرحتك تسمع الكلام ما تسمعش برحتك بس عشان ما تندمش في الاخر عملنا ثلاث مراجعات قبل كده دي الرابعة ولسه بقى مراجعة نص المنهج على من واحد لستة من سبعة لاثناشر وخمس مراجعات عمين على المنهج ككل بصراحة جمال جدا تعالى نشوف اول جملة بيقول لك ويشود اولوز بريزورف اوار كالتشور بريزورف يحافظ على حافظ على ايه الثقافة اند ناشونال ايدنتي والايه والهوية الوطنية واعرف ناشونال ايدنتي دي كويس عشان بتيجي في الترجمة لكن باقي كلمات necessity availability quantity منهم مش علاقة military service للخدمة العسكرية is considered an honorable career choice خيار مهني مشرف a source of pride مصدر فخر لأي شخص طاهر has the ability to speak more than three languages لو تو يبقى bilingual لان باي البي اي دي معنى تو خد بيالك من الكلام مونو يعني وان فمونولينجوال ده اللي بيتكلم لغة واحدة لكن ده بيقول لك تلاتة يبقى ده مالتي لينجوال يبقى المقطع مالتي اللي جاي في الاول ده بمعنى متعدد الناشونال طبعا معروفة السؤال الرابع some people believe that the cairo tower is the most important land mark in cairo ولاند مارك احد المعالم او شيء بيميز مكان معين وتقدر تعلم المكان ده بيه لكن لاند فيل لاند بريج لاند فور كله ده مالوش علاقة it is very important to raise money ودايما يا جماعة نيجى عند المشكلة بتاعت raise ولا raise arise ولا arouse the arouse الماضي من arouse فبرضو هتلاقيهم في صفحة 9 هنا مراجعة وحتطلق الشرح بتاعهم عشان تراجعهم كويس وما تنساش 6 we should all take in هو ده تعبير على بعضي يا جماعة take pride in بمعنى يفخر بي cultural heritage التراث الثقافي برضو تعبير مهم في الترجمة glorious civilization حضارة مجيدة وخلي بالي من take pride in وحرف الجر اللي معاها والكلمات المهمة اللي بتتكرر في الترجمة كما i am fed up with يعني ازهقت سائمت مللت من my daily routine اليومي i hope to change it and i hope that arabic will be language at international festivals في المحافل الدولية حيث طبعا فستفال حيث تدي معنا مهرجان وبدل من نقول المهرجانات الدولية نقول المحافل الدولية that will spread more and more dominant language اللغة السائدة في المحافل الدولي ان شاء الله تسعة at first he denied it anchor but when he found that there was evidence against him he he ايه بقى admitted ما في الاول anchor عكسها admitted اعترف committed the crime انا خلي بالي من حاجة جماعة ان admit بمعنى يعترف دي احيانا بيجي معها تو حتى لو في تو معها برضو بعدها ing فده مهم جدا admit ing admit to ing والملحوظة قدامك ما تنسيهاش الجملة لقم 10 I like stories that are and give us fun او imaginary خيالية قصص خيالية مش حقيقية يعني طب imaginatively بشكل خيالي بتكاري يعني فيها بتكاري وفيها تشغيل مخ والكلام ده imagination الخيال نفسه imagine ده الفيرب 11 birth marriage and death الميلاد الزواج والوفاة are three the three greatest events in our lives اهم اهم ثلاث احداث في حياتنا وخلي بالي مع مع ال 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 وخلي the three biggest the three most important يعني شايف استخدام العدد هنا مع صيغة التفضيل اخلي بالي الجبل طبعا فيها كلمات يا جماعة مش بعيدة عن الإجابات بس احنا بناخدها كده كحاجة عامة يعني مثلا الكلمات الهزاة اهمية انا بحط معنى لها بحيث انها لو تكررت في ترجمة يبقى انت عندك فكرة خلي بالك من ال verbe ده و ال verbe ده يا جماعة عندنا اتنين هنج 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 الفعل الشاز بمعنى يتعلق يتدلى ينشر غسيل يعلق صورة يعني طيب هنج 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 طبب الهنج هنجد هنجد بمعنى يشنق ده لما يكون واحد عليه حكم اعدام مثلا فهنا بيقول لي هنج 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 طبعا ملياش علاقة بدول لكن الحضائق حضائق بابل المعلقة جاي من هنج يعلق وعرف كلمة نايت مير بمعنى كابوس مفزع مخيف سكريم بيصرخ من الرعب بسبب الكابوس 14 I hope to take a five day holiday ويا جماعة الآدي بتاعة holiday وبين five وday في hyphen شرطة ما تنساش ده صفة مركبة مع العدد صفة مركبة بتتكون من عدد وشرطة وكل ما دلع الزمن زي day وmonth وweek وyear وsecond وminute واسم مفرد والآه رجع الاسم المفرد اللي هنا اسمها five day holiday خلي بيك ده فكاب على grammar يعني two day holiday five hour meeting وخلي بيك ما بجمع ش day مع ان five لان five مع day ده صفة مركبة وصفة لا تجمع طيب مفرد مفرد اي اشكال تاني بقى للحكاية دي 15 it was a coincidence مصادفة that we both put the same t-shirt اي ده احنا الاتنين اشترينا نفس t-shirt شوفوا الصدف يا جدع we hadn't planned او ما كانش فيه تخطيط يبدي صدفة a coincidence 16 we are fascinated by مبهرين by the development projects مشاريع التنمية اللي هي carried out التي تنفذ in Egypt nowadays these projects will provide more work opportunities وخلي بالي من work opportunities لان تتكرر كتير في الترجمة 17 بير is making imaginative use of computer اوه imaginative حاجة فيها بداع وابتكار يا جماعة لكن imaginative خيالي وهم حاجة مش موجودة اساسا ف لكن make مع use make use of يستغل يستخدم الحاجة بشكل كويس making imaginative use of computer software is showing creativity and inventiveness نفس الفكرة ابتكار ابداع ايجيبت is making steady steps ايه ده يعني تتخذ خطوات منتظمة في الاستمرار مضطردة مضطردة يعني منتظمة في الاستمرار مش بتمش تروح واقفة لا مستمرة steady steps و take مع steps يا جماعة يعني ممكن السؤال ان شاء الله في الامتحان يقول لك make بقى make مع steps ولا take ولا do take steps خلي بالك كل حاجة ممكن تتسائل فيها 18 قلناها 19 reducing pollution التقليل الحد من جميلة التلوث is a topic of universal interest موضوع يحظى باهتمام عالمي انا بركز عام عشان الترجمة universal دي بقى world wide حاجة عالمية على مستوى العالم the opening and organizing افتتاح وتنظيم نهائيات كأس العالم world cup اللي كلنا عارفين وان قطر was where opening and organizing where a legend يعني كان حدث اسطوري غير بتكرارش كتير الجملة لقم 20 you should be to be multilingual عارف اللي واحد يبقى multilingual يعني متعدد اللغات يعني يعرف اكثر من لغتين this is highly beneficial بتبقى حاجة مفيدة وعرف كلمة beneficial جاي من benefit فايدة يبقى تكتك كده اي بقى اكيد محظوظ طبعا fortunate محظوظ she warmly embraced her son embrace يا جماعة بمعنى يحضن يحضن شخصا مثلا و embrace معنى يعتنق فكرة يعتنق عقيدة مبدأ معين برضو embrace و خايف و خايف من الكلب الولد و تحتضره عشان يطمن العيال دي 22 what a tasty dish انا لما اتكلم على صنف اكل يا جماعة وقول عليه tasty يبقى انا بتكلم على الطعم لكن كلمة tasty full ملهاش علاقة بالطعم نهائي tasty full يعني عارف تشتيلي مثلا حاجة يقول لك يا سلام على ذوءك او شيء ينم عن حسن الذوق او ذو ذوق رفيع يبقى tasty full يبقى فرق بين tasty الخاصة بالاكل و tasty full الخاصة بالاشياء ذاته اللي تنم عن الذوق الرفيع tasty list ال l s s d تد معنى without يبقى بدون مذاق ملهاش معنى 23 the government is trying to implement to implement to to نفذ انا الكلام المش مكتوب بقوله يا جماعة عشان تخلي بالك وعايز اقول لك حاجة برضو مهمة الكلام اللي احنا بنعمله ده يا جماعة لازم انت تحلو في الاول اللي واحدك اخوانا تحل اللي بسيب لك الملف بدون الاجابات بكنا ان شاء الله اكون كملت الملف اسبه لك كامل بالملاحظات implement ينفذ very elaborate means of communication وسائل مواصلات يبقى متقنة للغاية very elaborate يعني على درجة عالية من الاتقان والكفاءة والتصنيع حتى نتمكن من جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية واعرف كلمة foreign investment عشان هي اللي ماشي من دول والاستثمار ورس الحكمة ورس وان شاء الله يبقى في دولارات كتير وكده 24 the light house of Alexandria منارة الاسكندرية خلي بقى من الترجمة is a very popular tourist attraction معلم سياحي شهير منطقة جذب سياحي أو معلم سياحي tourist attraction وattraction جاي من attract يجذب لكن interaction تفاعل attention اهتمام intention نية خلي بيلك من الكلمات دي برضو وجملة 25 20 what experience do you think is relevant لها صلة to the new position بالمنصب الجديد relevant تشبه في المعنى يعني بتسوي في المعنى مين related يبقى related synonym relevant 26 scientists are trying to preserve some rare animals يحاولوا الحفاظ على حيوانات نادرة ده تقرب أوت ويبقى die أوت آه لما اجيب معنى تاني لdie أوت يا جماعة عشان لو سألني فيه يبقى كده ان die أوت ينقرض تساوي become extinct extinct وخلي بالك ان extinct دي صفة يعني ما ينفعش اقول extinct ينقرض extinct دي صفة بتيجي مع become become extinct على بعض تساوي ده يقود بمعنى يصبح مقرض أو ينقرض ونكتب المعنى كده ينقرض ينقرض بس اشتغ في 27 really it was a situation we all feel sad بقى الجملة بيبين لي هو عايز يعني طيب أو دنا اللي كاتبها هي تنقرض كتبناها تاني زي بعض مش هتخصر موقف مأساوي لأن اهو فيه ساد فيه ساد نصح حزن لكن خائف او مرتبع للاشخاص مرتعب ما لهاش علاقة 28 the ancient Egyptian civilization is a source of pride to us all مصدر وفخرين لنا جميعا pride هنا عكس shame الخذ والعار لكن honest الامانة poverty جلس الغيرة ما نجدعو 29 everyone should sit مع goal زي جماعة في حاجة اسمها تلاذم الكلوكيشنز دي مهمة جدا أنا عايز ايه الفيرب اللي يجي مع goal sit goal طب وبعد كده achieve goal يحقق يضع الهدف بعدين يحقق لكن في الرياضة اسمها score a goal يحرز هدف خلي بالي من الكلام ده 30 in 2007 ايجيبشن الاهلي has celebrated its 100th anniversary ذكرى سنوية الذكرى السنوية المئة anniversary لكن ميلينيوم الفية دي كد العقد جماعة العشر سنين مليون معروفة 31 nowadays doctors tended to be more open open minded about alternative يميل اطباء يكون اكثر انفتاحا ذهنيا يعني بشأن الطب البديل they give it more attention وبيدوله اهتمام اكتر open minded صفة مركبة لكن absent minded شارك نار ضيق منغلق بيقولك بيدوله اهتمام يبدأ open minded 32 now that we have finished let's طبعا ما فيش السمي colond يا جماعة لان السمي colond معنا انا هبدأ جملة ثانية جديدة اللي تبدأ بحرف small لكن دي جملة كاملة now that we have finished let's take ف في كما مش semi colond معنا دي غلطة في الكتابة this means اه طيب ايه دي معناها ايه let's take our minds off يعني بقى التعبير ده موجود في المنهجة يا جماعة take our minds off يعني يعني ما تشغلش بقى لك او عفل عارف كيقولك ما تشغلش اتوقف عن القلق بشأن شيء يصرف ذهنه عن شيء يبطل يقف على حاجة we need stop worrying or thinking about something وكده ندخل بقى في structure والgrammer هنخليها للفيديو التاني ومع الترجمة طبعا واسئلة القصة عشان كده الفيديو ما تقولش فيديو صغير او 17-18 دقيقة اهم حاجة جماعة حل لوحدك في الاول لقرر تاني تمارين long man سواء اللي على كل واحدة على كل واحدة دول جهازين موجدين الفيديوهات بتاعتها على اليوتيوب او المجمعة من 1 ل3 4 6 7 9 واد 4 10 12 وهنبدأ بقى في المجمعة كنص منهج بقى من 1 ل6 ومن 7 12 وبعد كده الخمس مراجعات اللي عمين على المنهج بإذن الله كل سنة وانتو طيبين